تخيلوا أول بطولة في تاريخ الأهلي كانت بعد 16 سنة من تأسيسه اليوم ده كان يوم تاريخي الجمهور خرج من ملعب السكة الحديد بجزيرة بدران في شبرة وفي دلماشي لحد مقر الأهلي في الجزيرة يعني تقريبا حوالي 3 كيلو ونص وطول الطريق بيهتفوا هتفات سياسية ضد الإنجليز وقبل ما يعدوا كبري قصر النيل وقفوا عند سكنات الجيش الإنجليزي اللي كانت موجودة وقتها في مكان جمعة الدول العربية دلوقتي وهتفوا باستقلال مصر وزوال الاحتلال الإنجليزي كانت أول تظاهرة رياضية وطنية في تاريخ مصر القصة ما كانتش مجرد فوز في كرة القدم روح ثورة 19 كانت متغلجلة في نفوس المصريين وشعار مصر للمصريين ما عاشش في وجدانهم المباراة كانت تلخيص رياضي للصراع مع الإنجليز انتصار رمز للمصريين على الإنجليز في مجال الرياضة انتصار له دلالات سياسية لأن الأهل كان أول فريق نشأته مصرية خالصة يفوز بالبطولة ما كانش ارتباط بكرة القدم ولا تشجحها كان ارتباط بالنادي نفسه وقمته كنادي وطني ومن هنا زاد ارتباط الشعب بالأهل وزادت شعبية الأهل أكتر وأكتر وأصبحت مباريات الأهل مع الأندية البريطانية والأجنبية موعد للتظاهرات الرياضية الوطنية يلعب الأهل في العباسية أو ملعب السكة الحديد في جزيرة بطران في شبرة أو حتى بملعب الأهل في الجزيرة تخرج جماهيره لحد سكنات الجيش الإنجليزي في أسر النيل وتهتف تضي الاحتلال الإنجليزي وبالمناسبة وزي ما قلنا فرق الجيش الإنجليزي فازت بأول أربع بطولات وما فازوش بيها أبدا بعد كده لغاية ما توقفت بطولة كاس السلطان حسين عام 1938 وفاز بيها الأهل سبع مرات يليه النادي المصري تلات مرات والمختلط والترسانة والسكة الحديد مرتين لكل فريق والاتحاد والترام مرة واحدة لكل فريق واستمر الأهل في تطوير منشآته قلنا إن النادي كان بيتم إضاقته من أول تأسيسه والحد سنة 1922 بغاز الاستصباح فدخلت الكهرباء عام 1923 بدل من الغاز وكلفت النادي 52 جنيه ده غير إهداء داود راتب بيه لبيت النادي نجفة تمنها 18 جنيه ياه تكلفة دخول الكهرباء للنادي 52 جنيه بس لا المبلغ ده كان بيساوي كان موقتها ده الملك فؤاد لما اتبرع في حفلة الأبرة اتبرع بعشر جنيه وكان مبلغ كبير قوي وملعب كرة القدم بعد إصلاحه بقى أحسن ملعب كرة قدم في القاهرة وبدأ التفكير في إنشاء كشك كبير يسعى ألف متفرج كشك هنا يعني مدرجة وبالفعل تم اختيار رسمة هندسة للمدرجة وتقدم بعض المقاولين بعطاءات لبناؤه لكن التكلفة كانت عالية قوي فتم تأجيله وتم إنشاء ملعب تنس جديد فبقى عدد ملاعب التنس في النادي خمس ملاعب شكرا